بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استوفى الكمال المطلق في الأخلاق قبل الرسالة وبعدها حين ننظر إلى آيات القرآن الكريم نجد هذا الوصف المنير من الله عز وجل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له وإنك لعلى خلق عظيم نحن كبشر حين نقوم بتقييم الأشياء فإنما نقوم بهذا التقييم من خلال ما يرى لنا لكن التقييم من الله عز وجل يكون تقييما في منتهى الكمال فإذا قال ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم فليس المقصود بالخلق هنا الخلق المتبادر بيننا أو المتعارف بيننا بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز هذه المرحلة فأصبح هو صاحب الخلق العظيم بتقييم الله العظيم فلا تقييم بعد تقييم الله سبحانه وتعالى إذن حين نجد تقييم من الله أو وصفا من الله فلا يجتهد العقل مع هذا التقييم أو مع هذا الوصف لأن هذا التقييم أو الوصف جاء في منتهى الكمال من الله سبحانه وتعالى رسولنا الكريم استوفى الكمال المطلق في الأخلاق قبل الرسالة وبعدها فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث كان معروفا لدى قومه ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ويقول سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم الآية هنا توضح أنكم تعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكم تدركون حركاته وسكناته وتعرفون صدقه ووفاءه وبره فإذا كنتم تعرفون ماضيه أي ماضي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرسل فاعرفوا مستقبله أي بعد أن يرسل صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم يبرز لنا هذا الكمال المطلق في أخلاق سيدنا رسول الله نقرأ في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسعى ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين هذه الآيات الكريمات ذكرت ثمانية عشر نبيا متتالية ونحن نعلم أن العدد المذكور من الأنبياء والرسل في القرآن الكريم خمس وعشرون نبيا بعد أن ذكر الله صفاتهم وذكر أخلاقهم وما تميز به كل نبي منهم قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله أولئك إشار إلى الأنبياء السابقين على سيدنا رسول الله فبهداهم اقتده وإقتدي فعل أمر الآمر هنا هو الله والمأمور هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو المطلوب؟ المطلوب أن يقتدي ويهتدي سيدنا رسول الله بسائر الأخلاق التي كانت تميز كل نبي عن آخر من الأنبياء السابقين عليه صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان سيدنا إبراهيم يتصف بالحلم ويعشق تكاليف ربه فمطلوب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهتدي بهذه الصفة إذا كان سيدنا أيوب يتصف بالصبر فمطلوب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهذه الصفة إذا كان سيدنا إسماعيل يتسم بأنه كان صادق الوعد فمطلوب من سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهذه الصفة وهكذا كل نبي من الأنبياء كانت له مزية كانت له خصلة يتميز بها عن غيره من الأنبياء مطلوب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهتدي بهذه الصفات تخيل أن يقتدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسائر الأخلاق التي كانت تميز الأنبياء قبله معنى هذا أن كل الأخلاق أصبحت مجموعة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخاطبنا ربنا سبحانه وتعالى قائلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي علينا أن نقتدي بأخلاق سيدنا رسول الله وهو الذي جمعت فيه كل أخلاق الأنبياء وزينه ربه سبحانه وتعالى بالرحمة فبما رحمة من الله لنت لهم ثم إن ربنا سبحانه وتعالى يقول واعلموا أن فيكم رسول الله وقد ذكرنا أن الحروف في اللغة العربية قد تكون حروف مباني وقد تكون حروف معاني حروف المباني هي الحروف التي تتكون منها الكلمة أقول كتباء الحروف التي تكونت منها الكلمة حرف الكاف حرف التاء حرف الباء هذه نسميها حروف مباني أي الحروف الهجائية أو الحروف الأبجرية أما حروف المعاني فهي الحروف التي لها معنى قد تكون حرفا واحدا مثل الوا والفاء والباء قد تكون حرفين مثل من وإلى وفي قد تكون ثلاثة وهكذا حين يقول ربنا سبحانه واعلموا أن فيكم رسول الله في حرف من حروف المعاني يفيد الظرفية ما معنى الظرفية هنا حين أقول لكم الماء في الكوب فالمعنى أن الكوب يحيط بالماء من كل ناحية وأن الماء لا يتفلت من الكوب من أي ناحية فحين يقول صلى الله عليه وسلم واعلموا أن فيكم رسول الله فالمعنى هنا أن نحكم أنوار سنة النبي صلى الله عليه وسلم فينا فتحيط بنا سنة النبي ولن تفلت نحن من سنة النبي من أي ناحية نسأل الله سبحانه اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم